لا يزال كورونا بتحوراته الجديدة يستشري في أوساط المجتمع فهذه المرة تفتك الوباء برئيس قسم العزل الصحي بمستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور محسن بن همام بعد إصابته بالفيروس وهو الأمر الذي مثل قلقا للشارع ورسالة لمن لا يصدق حقيقة تفشي الموجة الجديدة من الفيروس هناك استهتار كبير بحقيقة الوباء من قبل المواطنين يدل على ذلك عدم التزامهم بالإقراءات الوقائية من تفشي الفيروس وعليهم أن يصحوا من غفلتهم وليفهموا ذلك من وفاة الدكتور بن همام مدير مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية متأثرا بالفيروس بالنسبة للاستعدادية وقهزية هذا المركز لم تكن بالشكل المرموق أو المطلوب في ظل القائحة فالقائحة داخلها وبشكل قوي والحالات تزداد الحاجز تخطى المياه استقبل الحالات في اليوم الواحد فزيادة الحالات سبب ضغط على المركز بحكم أنه لا يوجد مراكز عزل في المدينة وإنه وقدت بشكل ضئيل فأصبحت العناية المركزة في الجمهورية والأمل ممتلئة تماما فما فيش قدرة استيعابية بحكم أنه العناية مش مقهزة لهذا الوباء انتشرت الموجة الثانية من فيروس كورونا وما يزال اليمن خارج تلقي اللقاحات وفقا لوزير الصحة قاسم بحيبه فقد تحدث في وقت سابق عن وصول ما يزيد عن 350 ألف جرعة كمرحلة أولى والتي تستهدف العاملين في الحقل الصحي أولا ومن ثم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة هذا المركز يستقبل من كل المحافظات طبعا في حالات توصل متوفية هذه اليام توصلنا متوفية وفي أعدار كثيرة كل يوم يزيد عدد إحصائيات المرضى بهذه الحالة ندعو إلى توسيع محاقر لأن الكارثة الوبائية نحن متوقعين كارثة وبائية على شهر رمضان زيادة الأعداد برضو معانا الأكسجين والكهرباء لا بد من حال قذري لها منظمة أطباب لا حدود من جهتها حذرت من وجود ارتفاع حاد في أعداد الإصابات الخطرة بكوفي-19 بعد أن وصلت في اليوم الواحد إلى نحو مئة حالة من بينها 35 إصابة في عدن وعشر حالات وفاة رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد لمواجهة انتشار وباء كرونا بعد أن تخطت الحالات المعلنة يوميا حاجز المئة حالة لكن يبقى السؤال الأبرز كيف ستتم مجابهة انتشار الفيروس مع استهتار الغالبية من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتحذيرية من خطورته إبراهيم سعيد قناة بلقيس عدن